اتفاق الرياض الذي رآه بعض المحابين للسعودية حلاً للصراع بين الأتباع في جنوب اليمن تكشف في اليوم التالي عن ضوء أخضر سعودي لسيطرة المجلس الانتقالي على المحافظات الجنوبية لم يبلعه بعض الوزراء الذين أقالهم رئيس الحكومة من غير تفويد الرئيس هادي في الإقامة الجبرية وزير الخارجية الذي يطالب السعودية بموقف واضح مما سماه الانقلاب على اتفاق الرياض يطالبه اليمنيون في الجنوب بموقف من حكومة هادي الحلقة المفرغة التي يتخبط فيها المناوئون لأتباع الإمارات يبدأ دورانها في وهم الفصل بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد عن مساعيهما المشتركة للتفتيت اليمن والسيطرة على ثرواته الطبيعية والجيو السياسية فهما يتحلفان في المشروع الأمريكي الإسرائيلي للمنطقة التظاهر بالبراءة السياسية مما آلت إليه المحافظات الجنوبية يدل على أن داعمي سعودية لتدمير المحافظات الشمالية وتجويع اليمن يعجزون عن مراجعة أسباب الأوهام أملا بمعالجة النتائج الكارثية وإنقاذ ما يمكن إنقاذها التوهم أن التحالف السعودية الإماراتية يحاصر اليمن ويدمره لدعم الشرعية ضد الانقلابيين هو ما ينبغي أن ينقشع أمام رؤية المراجعة للدلالة على صدقية التكفير عن الأخطاء والذنوب لعل صدقية في تحمل المسئولية تذهب إلى الإدراك أن ثورة الجيش واللجان انطلقت ضد أقلمة اليمن وما وصف وقتها بالجرعة في الإشارة إلى وصفة البنك الدولي ولم تكن السعودية والإمارات أكثر من العصى الغليظة للسيناريو الأمريكي في اليمن وسوريا والعراق وليبيا لكن الذي يرمي نفسه في حفرة الغرائز الضيقة لا يرى الضوء في آخر النفق